الدلة التربيعية Quadratic Function حان دوري لرمي الكرة في السلة انظر يا خالد إلى مسار الكرة هل يذكرك شكل المسار بشيء؟ المسار يشبه القطع المكافئ الذي يمثل الدلة التربيعية هذا صحيح والآن ماذا لو تدحرجت الكرة على الأرض؟ فما شكل المسار الذي تمثله؟ بما أنها تسير بخط مستقيم فهي تمثل دالة خطية هذا صحيح ولكن هل هناك وسيلة أخرى للتمييز بين الدلة الخطية والدالة التربيعية عاد الشكل الذي تكونه كل منهما؟ يمكنك اكتشاف ذلك يا خالد بمقارنة هاتين الدلتين وجدتها فالدالة صاد تساوي 50 زائد 7 هي دالة بسيطة وغير معقدة وجميع المتغيرات من الدرجة الأولى إذن فهي دالة الخطية تماماً وصورتها العامة صاد تساوي ألف سين زائد باء سين وصاد متغيران وتمثل الدالة الخطية بخط مستقيم ويكفي التعويض بنقطتين في الدالة لرسمها حيث باء هي نقطة تقاطع المستقيم مع المحور صاد وألف هي معامل الدالة الخطية ويمثل ميل المستقيم أما في الدالة التربيعية صاد تساوي خمسة سين تربيع زائد سبعة سين زائد عشرة فيكون المتغير سين في الحد الأول من الدرجة الثانية لذا تسمى المعادلة تربيعية صحيح وتكتب على الصورة القياسية دال السين تساوي ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم وهناك شرط آخر وهو أن لا تكون قيمة المعامل ألف تساوي صفراً لو كانت قيمة ألف تساوي صفراً فإن الدالة تصبح خطية هذا صحيح وتمثل الدوال التربيعية بمنحنة على شكل يو يسمى القطع المكافئ والآن ما العلاقة بين إشارة معامل سين في المعادلة وشكل القطع المكافئ الذي يمثلها؟ القطع المكافئ الأول مفتوح إلى أعلى وإشارة معامل سين تربيع ألف أكبر من صفر أي موجبة والقطع المكافئ الثاني مفتوح إلى أسفل وإشارة معامل سين تربيع ألف أقل من صفر أي سالبة هذا صحيح وتسمى أدنى أو أعلى نقطة في القطع المكافئ رأس القطع فنقطة الرأس هي النقطة التي تكون للدالة عندها أكبر أو أقل قيمة هذا يعني أن أدنى نقطة تمثل القيمة الصغرة وذلك عندما تكون ألف موجبة وتمثل أعلى نقطة فيه القيمة العظمى عندما تكون ألف سالبة وإحداثيات الرأس في الشكل الأول هي ثلاثة سالب أربعة وفي الشكل الثاني إحداثيات الرأس هي واحد واحد والآن ما معادلة محور التماثل في الشكل الأول؟ محور التماثل هو المستقيم الذي يمر بالرأس ويقسم القطع إلى نصفين متطابقين لذا تكون معادلة محور التماثل سين تساوي ثلاثة هذا صحيح ومعادلة محور التماثل في الشكل الثاني هي سين تساوي واحدا كما نجد أن التمثيل البياني يمتد إلى مال نهاية من كلا طرفيه وحيث إن المجال يعتمد على قيم المحور السيني الظاهرة في تمثيل الدالة إذن مجال الدالة هو مجموعة الأعداد الحقيقية وحيث إن المدى يعتمد على قيم المحور الصادية الظاهرة في تمثيل الدالة إذن المدى هو صاد حيث صاد عدد حقيقي أكبر من أو يساوي سالب أربعة لأن سالب أربعة هو القيمة الصغرى ومن الشكل الثاني نجد أن مجال الدالة هو مجموعة الأعداد الحقيقية أما المدى فهو صاد حيث صاد عدد حقيقي أقل من أو يساوي واحدا لأن واحدا هو القيمة العظمى حسنا إذا قذفت كرة السلة في الهواء وتم تمثيل ارتفاع الكرة عن الأرض بالأقدام بعد سين ثانية بالدالة فأسين تساوي سالب أربعة سين تربيع زائد أربعة وعشرين سين زائد سبعة فكيف يمكن تحديد المقطع الصادي ومعادلة محور التماثل ونقطة الرأس من قاعدة الدالة؟ المقطع الصادي هو الحد الثابت في العبارة التبعية ويساوي سبعة هذا صحيح ولإيجاد معادلة محور التماثل نستخدم الصيغة سين تساوي سالب باء تقسيم اثنين ألف سين تساوي سالب أربعة وعشرين تقسيم اثنين ضرب سالب أربعة يساوي ثلاثة أي أن معادلة محور التماثل هي سين تساوي ثلاثة حسنا وبما أن محور التماثل هو المستقيم الذي يمر بالرأس إذن الإحداثي السيني لنقطة الرأس يساوي ثلاثة والآن سأجد الإحداثي الصادي بتعويض الإحداثي السيني في المعادلة التربيعية إذن الإحداثي الصادي يساوي سالب أربعة ضرب تسعة زائد أربعة وعشرين ضرب ثلاثة زائد سبعة ويساوي ثلاثة وأربعين إذن الرأس هو ثلاثة ثلاثة وأربعون معلومات قيمة يا سالم والآن هيا لنكمل اللعبة يا خالد ولكن لننخص أولا ما تعلمناه اليوم تقسم الدوال إلى دوال خطية وغير خطية مثل الدوال التربيعية ولكل من الدوال خصائص تميزها والتمثيل البياني للدالة التربيعية يكون على شكل القطع المكافئ ويكون القطع مفتوحا للأعلى عندما ألف أكبر من صفر وتمثل أدنى نقطة فيه القيمة الصغرى ويكون مفتوحا للأسفل عندما تكون ألف أقل من صفر وتمثل أعلى نقطة فيه القيمة العظمى وتمثل نقطة القيمة العظمى أو القيمة الصغرى رأس القطع لإيجاد الإحداثي السيني لرأس القطع نستخدم معادلة محور التماثل سين تساوي سالب باء تقسيم 2 ألف ولإيجاد الإحداثي الصادي نعوض قيمة الإحداثي السيني في المعادلة التربعية المقطع الصادي للدالة التربعية هو الحد الثابت جيم للدالة التربعية